السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مرحبا بكم تلميدي الأعزاء في هذا الفيديو سأقدم لكم تعبير عن مسؤولية الحب والرضا أتمنى أن ينال إعجابكم هذا الموضوع إذن هناك مقدمة وعرض وخاتمة كالعادة لا وقبل ذلك لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعل الجرس وهذا الخطر وليس أمان ليصلكم كل جديد إذن نبدأ بالمقدمة الحب شعور نبيل يرتبط بالقلب والرضا سكون القلب والسكينة وأما المسؤولية هو شعور أخلاقي إنساني وخليط من المشاعر الإيجابية للحب والتسامح والرضا لتحقيق السعادة إذن العرض الحب إحساس صادق ينتج عنه علاقة قوية بين الأفراد ويجعل المسؤول يتحمل على عاتقه مسؤولية الاهتمام والرعاية والحنان والرحمة والدفاع الذي يحبه مثل الوالدين الأبناء الإخوة ومن يحتاج الدعم مثلاً كالفقير واليتيم وكبير السن ولابد أن يراعي المسؤول مشاعره بإخلاص وصدق ويكون لهم مرشد وداعي للخير وناهي عن المنكر لهذا ارتبطت مسؤولية الحب بالوفاء والإخلاص والصدق وليس بالصور والأغراض الشخصية أو الأشكال إذن ومسؤولية ومسؤولية الحب ومسؤولية الحب تعزز الثقة بالنفس وشعور بالرداء والسعادة وأما الرداء هو سكون القلب وصفة تجلب التوازن النفسي للفرد والمجتمع مع تحمل الحياة بشرها أو بخيرها ومن تمار الرداء الفرح والتمأنينة وراحة نفسية فهو شعور داخلي نبيل يجعل الإنسان قابل لما يصدر عنه من قول أو فعل ومسؤول على تحمل نتائج ذلك والالتزام بها سواء كانت صحيحة أو خاطئة يعني صائبة أو خاطئة نفس الشيء مع علمه بنتائجها وكذلك لابد من محاسبة نفسه بالالتزام فينتج عنه توازن نفسي مريح أو توازن نفس مريحة بتسليمه بالقدر أما الخاتمة إن تحمل الشخص مسؤولية الحب والرداء من أسماء وأرقى معاني الإنسانية والالتزام الأخلاقي الذي يتحمله الأفراد تجاه مجتمعاتهم ويقعوا على عاتق الفرد المسؤولية والعمل لمصلحة المجتمع وسعادته إذن هذا بالنسبة لموضوع المسؤولية مسؤولية الحب والرداء إذن هذا تعبير كنت قدمت من قبله تعبير أولي وإليكم الآن تعبير جديد لمن لم يفهم الخط هنا في آخر الفيديو سأقدم لكم تعبير آخر يعبر عن مسؤولية الحب والرداء إذن لا تنسوا فقط الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس وهذا فضلا وليس أمان لتصلكم كل موضوعات التي أقدمها لكم وسأقدم لكم الآن موضوع آخر أو تعبير آخر عن مسؤولية الحب والرداء لمن لم يفهم خطي فإليكم الآن الهدية إذن أقرأ لكم الموضوع عن مسؤولية الحب والرداء إذن أولا دائما نبدأ بالمقدمة الحب شعور النبيل والرداء سكون والقلب ومسؤوليات أخلاقية تقع على عاتق الإنسان الذي يسعى بكل حب ورداء إلى المساعدة المستمرة فالمسؤولية شعور أخلاقية ومن أنبل المشاعر الإنسانية التي تحقق للإنسان السعادة والأمن والاستقرار نروح الآن للعرض الحب إحساس صادق ينتج عنه علاقة قوية بين الأفراد ويجعل المسؤول عفوا يحمل مسؤولية الرعاية أو يتحمل مسؤولية الرعاية والاهتمام والعطف والاحترام والمودة والرحمة والحماية عن الشخص الذي يحبه كالوالدين والأبناء واليتيم والمسكين وكبير السن كما يجب عليه أن يراعي مشاعره بإخلاص وصدق ويعمل على حمايته أي حماية من يحب ولا يتخلى عنه مهما حصل أو عنهم فيكون راعي ومسؤولا عن رعايته لهذا ارتبطت مسؤولية الحب بالوفاء والإخلاص وليس بالصور أو الأغراض الشخصية لبناء علاقة ناجحة قائمة على الاحترام والثقاء الرحمة والتفاهم وليس للسيطرة لأن الحب من أسماء العواطف البشرية التي تضيف للحياة الإنسانية معاني فضيلة بلا حدود وتعزز الثقة بالنفس والشعور بالرداء والسعادة إذن أما الرداء هو شعور ينفع من تقدير الدات وقبولها وسكون القلب وصفة تجرب التوازن النفسي للفرد والمجتمع والقدرة على تحمل الحياة والعيش فيها بأحسن حال ومن أعظم الثمر التي يجنيها المسؤول على الرداء هي الفرح والسرور والهدوء وراحة نفسية والسعادة والرداء لأن مسؤولية الرداء صعور أخلاقي نبيل يجعل الإنسان متقبل لما يصدر عنه من قول أو فعل وقادر على تحمل نتائج أفعاله ويتقبل نفسه مع عيوبها ومميزاتها ويردى بقضاء الله مع التسليم بكل عزيمة ولا يسغل نفسه بما لا يملك ويكون ملتزماً بذلك والمسؤول في الرداء أو المسؤول في الرداء يسعى إلى مساعدة الآخرين وتحقيق سعادته وسعادتهم ومحبتهم واحترامهم والابتعاد عن الأخلاق السيئة أما الخاتمة فإن تحمل الشخص مسؤولية الحب والرداء وتعاونه مع الآخرين بوعي يناكس ذلك على الفرض والمجتمع بالإحترام وتقدير الدات وثقة بالنفس وكذلك القلب الممتلئ بالإيمان يعلموا بأن عليه مسؤوليات مفروضة مفروضة عليه وأنه مراقب من قبل الله عز وجل فيكون مطمئن البال راضي عن نفسه ومحباً للغير إذن هذه الوضاية التانية كهدية لكم أتمنى أن تكونوا بأحسن حال وإلى تعبير آخر أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة